أهلا بكم مشاهدينا في بين قوسين مرة جديدة طبعا عنوان الحلقة سيكون كورونا فيروس كورونا هل يجري تضخيم لهذا الفيروس على الأسفم وعلى الاقتصاد ما هي الأقوال حول نظرية المؤامرة بالنسبة إلى الفيروس وأيضا تأثيره على الاقتصاد العالمي وحصول ممكن انهيار اقتصادي بسبب ذلك متى ستظهر الأرقام للفيروس حاليا في الاقتصاد وتتغلغل أكثر وأكثر بين الشركات أيضا هل هناك دائما نحن بحاجة إلى حرب أو إلى انهيار اقتصادي لنعود من جديد إلى الأرقام الجيدة الاقتصادية كل هذه المعلومات طبعا سأتناولها مع المستشار الاقتصادي سيد محمد سويد معي مباشرة من الرياض للإجابة على كل هذه المحاور طبعا سأبدأ بما أنه نحن نتكلم دائما عن كورونا الحدث الأهم بالنسبة إلى الموجة الأخيرة سنذهب وأكثر ونطلع أكثر على التفاصيل سأذهب مباشرة إلى الرياض معي السيد محمد السويد المستشار الاقتصادي أهلا بك سيد محمد بداية يعني بس بدي أسألك أهلين أنه أصلا الخبراء والتحليلات الكثير من الخبراء وأيضا شيء كثير من التعليقات والتحليلات بتقول أنه السوق أصلا كان ينتظر موجة تصحيح قوية أو هبوط حاد ولكن أتمت كأنه رمو فيروس كورونا في السوق ليكون سبب لذلك بداية هل تؤيد هذا القول وإذا لم يكن مضبوط بدنا منك رأيك بهذا الموضوع نعم وشكرا لكم على الاستضافة يبدو لي بحسب تصوري أن الأسواق كانت تنتظر تصحيح أو تنتظر هبوط ولكن ليس بالشكل هذا لأن الأسواق نفسها كانت متأقلمة مع الموضوع تباطئ الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي للسنوات الجاية واستمرار تدخل البنك الفيدرالي أو البنوك المركزية بشكل عام كما حصل في أوروبا وخفض الفائدة الأقل من صفر تصبح معدل الفائدة سالب فما كان منتظر حاجة كذا يحصل ما حصل الآن يعني ليس متوقع لا طبعا كان الوضع الطبيعي إذا حصل تصحيح لأنه حصل التصحيح في السنة الماضية وشفنا كيف تعافى من السوق واستمر وقاعد يحصل أسعار جديدة أو هاية جديدة كنت تتوقع ممكن بعد مزيد من الوقت يعني يصير التصحيح مش إنه الآن يعني لديه مزيد من الوقت ممكن إنه من الارتفاعات بالنسبة إلى المعطيات الموجودة والأساسيات في أسوق لا تسمع بهذا التصحيح ولا لا هين الوضع الحين انتهى الحين أن أشوفه لأن الهبوط اللي حصل يعني مسح كل تأثير التدخلات الحكومية اللي صارتها وتدخلات الفيدرالي وغيره وهذا طبعا شيء أشوفه يعني بحسب وجهة نظري يعني أمر طبيعي لأن الموضوع ليس تخوف من الآثار يعني المدى القصير للانتشار فيروس كورونا لا هو الموضوع تخوف أن هذا تحول كبير أو أساسي جدري في الاقتصاد العالمي وبدأ صحيح كان محصور في الصين وكانت الأوضاع يعني مستقرة ثم بعد ما خلاص يعني قررت الصين تتخلع عن موضوع الحجر الصحي والانتشارة في العالم خلاص الآن الموضوع أخذ يعني منحنا مختلف تماما وشفنا كيف يعني حصل الهبوط اللي حصل في الأسواق هذا بس مجرد كبداية نحن ما بعد انتهينا نعم يعني أنت بتشوف أنه كورونا يتغلغل أكثر وأكثر في الاقتصاد العالمي وبدأ تحسيره فعليا وسافر من الصين وبدأ ينتشر فيه جميع الاقتصاديات مثل ما فهمنا ولكن بس بدي قبل ما تابع بتأثير كورونا على نتائج الشركات نتائج الاقتصادات الكبرى بدي بس اتطرق معك إلى نظرية المؤامرة يعني هي قصة أنه دائما ما يظهر نظرية المؤامرة أنه هذا الفيروس ما أنه طبيعي وتم تطويره يعني في مختبرات تم نافيه من علماء مختبرين إيش بترد دائما على هذه المزاعم اللي دائما ما موجودة بتكون وللأسف بيكون فيه فريق يعني كبير عدد لا يستهن به بيتكلموا بها النظرية والله سراحة أول كان ممكن نشكك في نظريات زي هذه وما زلت يعني أقول احتمال ضعيف جدا أن يكون فيه نظريات مؤامرة في الموضوع لكن حتى لو بدأ الموضوع الفيروس بشكل طبيعي والتي أنا أشوفها طبعا أنها انتشار بشكل طبيعي ما كان مؤامرة بس أن كل اللي قاعد يحصل من بعدها الآن هو جزء من المؤامرة يعني لو نشوف الكل يعني قاعد يستغل كل دول طبعا وقيادات بعض الدول تستغل الانتشار الفيروس الحين كسلاح بيولوجي رخيص بالنسبة لها يعني ما اصرفت أي ريال أو ما بدلت أي مهجهود عشان ينتشر أو يكون متوفر عندها السلاح أو ما استبعد يعني مثلا أقرب مثال عندنا حنف الخليج شوف اللي حصل مع العائدين من إيران نشوف كيف كل العائدين من إيران معظمهم يحملون أو مصابين بفيروس كورونا ممكن تكون السبب أن الوضع في إيران أو ما عندهم القدرات المؤسسية اللي تساعدهم بس سيد محمد بس بدألك أنه أصلا هذه الأسطة الصين مش بس فقط تدور الصين يعني هم بتدور الاقتصاد العالمي لأن تعرف أنه الصين في السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير جدا وصارت يعني رقم اثنين في العالم وانتزعت المركز من اليابان وصار تأثير الصين في الاقتصاد العالمي لا يستهاني يعني ما فينا نقول أنه مستهدف الصين صار مستهدف الاقتصاد العالمي بس بدأي أرجع معك على هذه النقطة المهمة وهي أديش يعني الصين بنظرك تستطيع أن تتجاوز هذه المحنة ليش ما بتصرف مثلا مئة مليار أو مئة وخمسين مليار دولار شاهدنا في السابق كانت تنفق خمسين شهريا مليار فقط لتدافع عن عملتها ألا تستحق هلأ ما بيستحق هالفيروس أنه فورا يصير فيه دعم فوري لوقف هالأمور عند حدا عندهم المعطيات الطبية ولا لا ولا إيش ناقصهم بالظبط أكيد مش ناقصهم المصاري سؤالك في محلة يعني ليش يعني الصين أو الإجراءات التحفيزية اللي ممكن تفعل الصين بخصوص مشاكل السيولة وغيرها ممكن تنفعلها أنا أعتقد أن الصين راح تشتغل على الموضوع أو اشتغلت على الموضوع موضوع التحفيز موضوع المعالجة السيولة بس المشكلة الحين أنه أكبر من الوضع أكبر من مشكلة في السوق نفسه أو في عمليات السوق والفنكشنز فلو كانت السيولة بس فقط هي اللي ضرورية أو هي الأساس المشكلة كان ممكن تنحل بالتحفيز بتغيير القوانين أو بتعديلها بعض الإجراءات نعم لكن الموضوع أنه لا هذا عندي يحين فيروس الفيروس هذا مو بس أثر على السوق نفسه وقاعد يأثر على مفاصل الاقتصادية يعني واحدة منها يعني اليوم في الصين وخارج الصين الآن قاعد يتحول يتبع الصين طبعا اللي هو السلوك المشتهلكين في الاستهلاك اختلف الآن صحيح الحجم الاستهلاك في الناتج المحلي في الاقتصادية المختلفة متوقعنا الآن يعني الانكماش الفترة الجاية وحتى يعني تضاول في النمو ليش لأنه في الغاء للمؤتمرات الغاء للحفلات إيقاف تجمعات تأجيل مدارس يعني فيه يعني حنقول ممارسات اقتصادية أو اكتباتيز يعني تصير في الاقتصاد تساهم في يعني حنقول في الاستهلاك اللي هو جزء مهم في الاقتصاد في اقتصاد أي دولة الآن قاعد يتعطل اليوم الموضوع جدا جدا يعني كيف حيضال يستطيع يعمل نمو في ظل هذه الأجواء اللي أنت ذكرتها يعني وخصوصا بالنسبة يعني شيء مهم جدا ذكرتو عن قصة يعني قصة طريقة الفرض أنه يحتسبوا كورونا من الآن وصاعدا كمن ناحية الريزورز وغيرهم بقصة هذه المواضيع يعني كيف بيأخذوا احتياط مقابل ذلك أو تحوط مقابل كورونا وهذا شيء ما كانت يعني الشركات موجود بالعام الماضي بالضبط بالضبط لنا في يعني تطبيق للقوانين الأشياء هذه كلها يعني يعني تتعذرني بس سؤالك بس عمقول أنه يعني شيء جديد حصل الآن هذا العام متفضلت بالنسبة إلى المعايير المحاسبية اللي عم نتكلم عنها أنه يأخذوا هلأ يصيروا تحوط لالكورونا هذا الشيء لم يكن العام الماضي شيء يعني تغيير كبير حيكون في طريقة عمل الشركات بالضبط بكل تأكيد يعني حنا الآن نشوف يعني قبل شوي أثرت الموضوع أنه هناك مشكلة في السيولة في النظاء في السيستم أو في الإقطاع المالي وهذا شيء طبيعي سيكون موجود أنه هناك مشكلة في السيولة الآن ليس فقط مشكلة في السيولة تبتكون مشكلة في المبيعات تبتكون مشكلة في عمليات الدفع والتحصيل بالنسبة تحديدا قطاع التهجزية أو قطاع التصنيع تحديدا يعني الآن فقط خلال شهرين التي راحت من بداية السنة هناك انخفاض ملحوظ في المؤشر 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 وفي أيضا انخفاض في مؤشرات القطاع الصناعي في الصين أيضا نحن نتكلم فقط عن الصين الآن هذا الأحداث التي تمت في الشهرين الماضية بعدما عملت الحجر الصحي والأشياء هذه كلها الآن لحظ أن هناك حجر صحي بدأ في الدول الأخرى العالمية نعم يعني نفس الإجراء التي حصل في الصين الآن ونفس المشاكل التي حصل في الصين انتقلت الآن للدول الأخرى نحن رأينا كيف إيطاليا كنسلت بعض المدارس عملت حجر صحي باريس نفس الشيء على وشك فترة قادمة أمريكا واضح أنه ربكة في عملية إدارة موضوع الانتشار أو فيروس كورونا في أرقام تظهر بشكل مفاجئ للإصابات وفي إصابات حتى يتكلمون والسي دي سي يتكلم أنه في إصابات مظاهرة يعني لاحظ أن نحن قاعدين نتكلم انتشار الفايروس ونسبة الوفيات من المصابين صح نظائل مقارنتهم بالفايروسات الأخرى لكن الأرقام أكبر أكبر نتكلم عن أرقام أكبر نعم كأرقام مش كنسبة الآن كأرقام أكبر من سار ستبقى هذه الفكرة بالذات الأرقام والتأثير الاقتصاديات وكيف تعمل إجراءات نفس الشي عن الصين كيف ستظهر سنتوقف مع فاصل ثم نتابع القسم الثاني بين قوسين أهلا بكم مرة جديدة في هذه الحلقة بين قوسين أذكر أنه موضوع الحلقة هو كورونا متى سيتغلغل في نتائج الشركة طبعا أنتقل مرة جديدة إلى السيد محمد سويد مرة جديدة أهلا بك كنا نتكلم هل عن الشركات يعني الإجراءات التي نتكلمنا عليها الصين بدأت نسمع بالدول الأخرى بالمرحلة الأولى كانت هذه الإجراءات بالصين اليوم الدول الأخرى تقلض نفس الإجراءات طيب قبل أريد منك الآن أين أكتر دولة يعني معروف بأوروبا هي إيطاليا يعني هي تحت الأنظار بقوة فيما لو الأوضاع يعني صارت أسوأ بكل أوروبا أصلا أوروبا تمر بحالة نوع من تراجع اقتصادي وين تشوف الأوروبيين كمانا كيف هيتحركوا مقابل وإدارة هذه الأزمة والله يعني شوف من المبكر صراحة أن الواحد يفكر في كيف طريقة تعاملهم ليش لأن الموضوع سياسي أيضا جزء منه وغيره جزء المالي لكننا نتكلم عن جزء المالي وجزء الاقتصادي في السياسات المتوفرة عندها الحين هي تكون سياسات نقدية متعلقة بالسيولة متعلقة بسعر الفائدة بالتحفيز وغيرها في الجزء الثاني اللي هي سياسات التحفيز الشبيهة بشيء اللي حصل في 2009 في أمريكا اللي يسمون الريكوفرياكت أو برنامج التحفيز عندهم نعم في 2009 فمحتاج سياسات عامة تصرف وتحاول تنقذ يعني بعض المشكلة هنا أن الأشياء هذه ما راح تحصل إلا بشكل تدريجي شكل تدريجي نعم يعني يعني نعم ليش بشكل تدريجي أنا قاد أقولها يعني ما راح تحصل كلها فجأة مروا واحدة زي ما حصل في بعض زي ما حصل بالنسبة للسياسة النقدية طبعا السياسة التحفيز لازم تقنع الناخبين لازم تقنع البرلمانات السياسيين تدخل فيها السياسيين طبعا في اللحظة هذه فتصير يعني معقدة شوي فيعني النقطة الأساسية اللي ليش أقول يكتزون منها سياسية حين تبتث عن الموضوع أن الحجم المصابين متوقع لأن بعض الدراسات ما بين خمسة إلى سبعين في المية من يعني من البشر في الكرة الأرضية فمعناها أيضا حجم موفياتك عدد بيكون كبير أيضا بس بدي أتكلم معك عن العدد يعني في ناس عنده نظرية دائما أنه في أمراض أخرى بس مش مجهزة بالإعلام بقوة ومنتشرة أكتر وكل شيء ولا يتم عليها إلقاء الضاء وتخويف الأسواق منها بينما هذا بالتحديد هو اللي عم سيلي تلاقي دائما هذا الجواب كيف تردع له والله شيف يعني قبل شوي كنت أتكلم وأقول لك الأرقام كنسبة نئوية نعم صحيح أقل لكن كأرقام يعني أكبر عدد وفيات في الفيروسات الثانية الحين في مقاربة مع بعض الفيروسات الأخرى كان أكبر عدد 774 وفية بالنسبة لكورونا إلى الآن 1978 هذا بالنسبة للتقرير اللي أنا قاعد قدامي فالرقم كبير عدد الإصابات أعلى عدد للإصابات يعني موفيات كان في الفيروس اليوسارس تقريبا 8100 إصابة كورونا لا أنت تتكلم عن 86 ألف حتى الآن هذا بالنسبة للتقرير اللي أنا قاعد أقرأ الأرقام أكبر الآن فالأرقام لا الأرقام بحد ذات يعني لو نشيل النسب المئوية ونخلي نسب المئوية على الجنب الأرقام بحد ذات الرقام المطلقة هذه الرقام كبيرة ونحن ما زلنا حتى الآن في البداية يعني ليش أقول لك حين الموضوع في سياسة أكثر من أي شيء ثاني نذكر أو قبل كم يوم لاحظت الرئيس الأسترالي طالع في التوم ما بعد يعني صار عندهم إصابات أعتقد والبعيدين يعني الموضوع بشكل في الجزيرة بالحال يعني أستراليا طالع الرئيس الأسترالي يتكلم يقول نحنا جهز تلحين خطة لمكافحة كورونا ونطلعها كداكمنت وقاعد يرفعها كدامنا عشان يشوفون يعني هذه كلها إيحاءات سياسية يعني هذا يعني تخيل الموضوع ما بعد تأزم حتى الآن فلما يتأزم الفترة الجاية هذا يعني بيكون لما يكون أكثر يعني الانتشار أكبر وتبدل يعني يبدل قياديين قيادات الدول هذه يتبعون نفس الطريق اللي سواها الرئيس الصيني يعني أنت مش شايف حيكون فيه مثلا ما نكشايف حيكون فيه علاج لأله يعني إذا كل الأمور ستكون من سيء إلى أسوأ مش أنه حيصير فيه نوع من اجتماع كبير أنه يصير فيه تعاون بالقدرات الطبية وممكن أنه يوجد حل لهذه الأصدر طبعا ليش أنا أتكلم من ناحية هذه لأن نسبة إنشاء أو طريقة انشارة ومدة انشارة سريعة مقارنة بالفيروسات الثانية نحن قاعد نشوفها فقاعد خينا نقول يمشي أسرع من الاحتمالات أن نلقى لقاح إذا لقى لقاح يعني ممتاز يعني نحلت الأمور لكن من هنا إلى حتى نجد اللقاح حتى يطور اللقاح الانتشار يكون سريع ولما يكون الانتشار فيها سريع الدول هذه يوصلون مرحلة يعني قادة الدول هذه زي المرحلة التي وصلها الرئيس الصيني قبل عدة أيام التي يقتنع أن ما رح يزيد من يمدد مدة الحجر الصحي عندها في البلد لأنه خاف على الاقتصاد خلاص يتدمر وسبت الحجر الصحي وخاطر بأن خلاص خليه ينتشر الذي كاتب الله يموت يعني الله يرحمه من الموضوع هذا أو يصاب أو شيء بس حنا نحافظ على الاقتصاد ما يدهور زيادة فهذا اللي عمله الرئيس الصيني بس طبعا هو استمر بعمليات الحجر الصحي يعني بس نحن خفف منها نفس الدول الأخرى الآن متشددين الآن مشددين الدول الأخرى بيوصلون مرحلة خلاص يعني يشيلون يدهم الموضوع خلاص يخففون وخلاص وينتشر يعني طيب بس مشان تتكلم نفس الوقت عن العلاج يعني ما فيش هلأ كمين شغل على الجهة الثانية غير إنه جهة الانتشار ما في عمل على الجبهة الثانية أنه يكون فيه نوع من شغل لمكافحة الفيروس هو مكافحة الفيروس الوحيدة الآن الموجودة للحجر الصحي لا هذا اللقاح خالف اللقاح موجود إلى الآن ف يعني خلينا نفترض يعني إنه وجد مثلا بعد وقت قصير كيف يريد وقت ليصير فعال ويأخذ بالاعتبار ويعتمد أعتقد يأخذ وقت على الساس يطورون الأبحاث ويشتغلون الأبحاث هذه يدورون اللقاح خلينا نقول إذا كانوا نجحوا مع نص السنة معناها إن شاء الله يعني تكون الآثار الاقتصادية محدودة بالنمو السنة هذه فقط والسنة القادمة لأن الناس تبدأ تحاول تعالج الموضوع يكون في 2021 يكون في نوع من تغيير في استراتيجيات الاقتصادية سواء على مستوى الاقتصاد العالمي أو اقتصاديات الدول أو على مستوى الشركات نفسها وقطاعات هذا وبعد 2022 الأمور تبدأ تتحسن هذا إذا افترض أن اللقاح يكون جاهز وموجود في نص 2019 الآن يعني على شهر جون حتى لو لم يجهز مثلا تطويره بس أهم شي أنه يكون اللقاح موجود كل عمليات التخطيط أو دراسة المخاطر كلها تبدأ تتحول أو تخفف من تشاؤمها نعم مثل الآن في الوقت الحالي معظم المراقبين بما في المستثمرين الاقتصاديين الطبيين المعظم الآن يعني يحسب أسوأ كأسوأ تقدير وش اللي بيصير يعني نشتغل على السنة أو مفترض يعني هن جميعا نعمل على السنة أنه رح يحصل الأسوأ على أساس إذا ما حصل الأسوأ الحمد لله ممتاز أنه ما حصل الأسوأ زي ما عندك في السعودية الآن ليش اللي خلينا نتكلم حتى على شاشاكم قول فترة أنه محتاجين نأجل العمرة ونأجل الحج مو بلأ نمنع الآثار السلبية بسبب الانتشار لأن الانتشار حاصل حاصل ما في مجال ما رح نقدر نتحكم فيه طيب بدي أسألك عن إيش رأيك بين الإجراءات اللي عم بتصير وهو العمل عن بعد وهل ممكن أنه إذا صار فيه نتائج مهمة جدا لهذه الإجراءات أنه بعدين بالأيام العادية أنه ترجع تعتمد أكثر كيف تشوف هذه الإجراءات اللي هي تجنب يعني يصير في المقابلات وغير ذلك تجمعات اجتماعات الشركات جمعيات العمومية توصيل الديليفري مثلا إلى المنازل وغيرها أنا أعتقد أنها هذه أفضل ممتازة وأفضل حاجة ممكن الدول والأشخاص ممكن يساوونها الآن ليش لأن حتى لو كان الخوف مبعا للشخص الصحيح ووضع الصحي جيد أو الشاب أو غيرها والأخوف على الناس التي أعمارهم في سن أكبر من 50 أو أكثر من 60 ووالدي عندهم مشاكل مرضية لأن هذا أسوأ حتى الآن هم الناس الذين يضررون بشكل أكبر من انتشار الفيروس وتحصل عندهم الوفاة فالحد من الانتشار الآن الإجراءات التي تحدث سواء تطوع من الأشخاص أو بإجراءات الدول أنا أعتقد أن خطوة ممتازة نعم خلينا نفترض مثلا لو السعودية فكرت أنها ما تتجل العمرة التي حصل أو ما تشدد عمليات الدخول في المطارات أنا مسكت السعودية وكان فيه تشديد للدخول صح أنه أخرنا لكنه كان جدا مهم يعني لو ما سوت الشيء هذا كان مثلا الناس اللي جايين من إيران السعوديين سببوا انتشار طبيعي أو كبير في الكورونا فالإجراءات هذه مهمة مهمة أريد أن أرجع على قصة العمل من بعد ومن المنزل وأيضا كيف تشوف أنه المنصات الإلكترونية وأيضا المواكع الإلكترونية تستطيع أن تتحمل الضغط الجديد من هذه العمليات جميل أعتقد سؤالك في محلة لأن نسمعنا اليوم عن تويتر فين وجهت موظفين هنا يشتغلون من البيت أو هذا يعني أعتقد أنه هو الآن يعتبر حاجة أو سلوب جديد في العمل لكن بعد فترة ممكن يكون هو الترند أو التجاه اللي بيصير فترة قادمة أن العمل من البيت ممكن يكون نفسه العمل في المكتب فترة تغيير الأعمال عندنا في العالم وفي المنطقة نعم كما قبل كنا نتكلم عن موضوع أن الاقتصاديات العالمية أو شركات وقطاعات بدأوا الآن أو تقارير التي تستطر بدأت تناقش إمكانية تغيير استراتيجيتها في موضوع التوريد نعم خاصة في القطاع الصناعي فمعناها ممكن نشوف بكرة الصناعات تتحرك من منطقة إلى منطقة أو تتوزع بالضبط ويأسفني أني أقول هالشي هذا لكن هذه أعتقد أنها فرصة جيدة للسعودية أن تبني قطاع صناعي أو تسوق القطاع الصناعي عندنا في السعودية وقطاع اللوجستي هنا في المرحلة هذه أنه يكون خيار جيد تستخدم مختلف الطرق شكرا نعم شكرا لك انتهى الوقت للأسف شكرا لك الأخ محمد سويد على كل هذه المعلومات وأيضا على المشاركة بالنسبة إلى هذا الموضوع المهم مشاهدينا هنا تنتهي حلقة بين قوسين نلتقي معكم أيضا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر